لقي 15 عنصرا من ميليشيا الحوثي اليوم مصرعهم وجرح آخرون بعد تجدد للمواجهات فجر اليوم السبت في جبهة مقبن غربي تعز وذكر مصدر عسكري أن المواجهات اشتعلت في منطقتين البركنة وقرية القضاء عزلة العبدالة التي حاولت الميليشيات الوصول إليها وشنت قصفا متفعيا عنيفا على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان هناك وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في قصفها للمدنيين وفي انتهاكاتها بحق المواطنين وكان آخر ذلك تفجير منزل للمواطن علي عبدالقوي في قرية العارضة بمديرية مقبنة